اشتركوا في القناة الله سبحانه وتعالى فلها فضائل كبرى وكنوز مسمرة خير من تحصدها في ألف شهر لذا يحرص المسلمون على اغتنام ليلة القدر بالقرآن الكريم والصلاة والذكر لينال رضى الله سبحانه وتعالى والحصول على السعادة في الدنيا والآخرة ليلة القدر سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأنها تعد الليلة التي يحددها الله سبحانه وتعالى فيها الأقدار فينزل كل شيء مفصلا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كل ما هو كائن في تلك السنة من الآجال والأرزاق والخير والشر وذلك لقول الله تعالى فيها يعرق كل أمر حكيم لذا فإن الإنسان هو الذي يختار قدره بنفسه في ليلة القدر أما عن فضل ليلة القدر من الفضائل العظيمة لليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى ثم بدأ ينزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام على حسب الأحداث الجارية لذا قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة أما عن فضاء الليلة القدر والكنوز وقد عزم الله عز وجل من شان ليلة القدر حينما قال وما أدراك ما ليلة القدر فليلة القدر فليلة القدر خير من العبادة والجهاد في ألف شهر وذلك ما وضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للصحابة إن رجلا من بني إسرائيل خرج مجاهدا بنفسه وماله ألف شهر فلم يرجع من ذلك بشيء فحزن الصحابة وقالوا يا رسول الله وأن لنا مثل تلك الأعمار حتى نزل قول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر أما عن المعجزة التي تحدث في تلك الليلة في ليلة القدر كما تتنزل الملائكة وسيدنا جبريل عليه السلام في ليلة القدر على أهل الإيمان بالرحمات والبركات والسكينة والخيرات فتملأ قلوب المؤمنين رحمة ونفحات إيمانية وروحانيات عظيمة فيما تقذف الأنوار والسكينة في قلوب المؤمنين وذلك لقول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الكنوز العظيمة لليلة القدر قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ووفر له ما تقدم من زنبه لذا على المؤمن أن يغتنم ليلة القدر بأن يفرغ نفسه للعبادة الخالصة في العشر الأواخر من شهر رمضان والبعد عن كل شيء يلهي الإنسان عن عبادة الله عز وجل أما الدعاء في ليلة القدر ومن ضد ما تعلمناه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعاء ليلة القدر حينما سألته من السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت له يا رسول الله إن علمت ليلة القدر أي ليلة فماذا أقول فيها قال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنها شكرا